أصابع اتهام وجهت إلى حلف شمال الأطلسي بقتل مدنيين ليبيين أثناء غاراته الجوية على قوات العقيد القذافي العام الماضي تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش من 76 صفحة ركز على ثمان غارات جوية للنيتو التقرير كاشف أن عدد المدنيين الذين سقطوا جراء تلك الغارات وصل إلى 72 شخصا من بينهم 14 طفلا و20 امرأة معمر الجارود ليبي فقد أمه وزوجته وبنته وأخته في غارتين جويتين متتاليتين للنيتو سوت منزله بالأرض وتركته بلا مأوى أو عائلة أرقام القتل المدنيين أثارت تساؤلات حول مدى التزام النيتو بالقانون الدولي الذي لا يسمح إلا بهجمات على أهداف عسكرية ودفع بالمنظمة إلى طلب فتح تحقيق مستقل لتحديد سبب وفاة هذا العدد من المدنيين ليس مسموحا للناتو بمهاجمة أهداف غير عسكرية إلا أنه في معظم الحوادث التي حققنا فيها والتي توفي أثناءها مدنيون لم يكن هناك أهداف عسكرية واضحة اتهامات نفاها حلف شمال الأطلسي الذي يصر أيضا على عدم الإفصاح عن أي معلومات عن الغارات الجوية التي خلفت ضحايا مدنيين اتخذ النيتو موقف إنكار رفضوا الإقرار بموت مدنيين كما رفضوا إعطاء معلومات عن الطريقة التي أدت إلى مصرعهم ورفضوا حتى التحقيق في ذلك غياب الشفافية سيؤدي إلى موت المزيد من المدنيين في المستقبل إذا استمر النيتو في رفض النظر إلى الخطأ الذي وقع وتصحيحه وكانت طائرات النيتو ومروحيته قد نفذت أكثر من 9600 مهمة هجومية من أصل أكثر من 26 ألف طلعة وعملية فوق الأراضي الليبية بين شهري مارس وأكتوبر من العام الماضي في عملية أطلق عليها اسم فجر أودسا وانتهت بإنهاء حكما استمر أكثر من أربعة عقود في ليبيا لارا نبهان العربية